قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الأعزاء حييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسرنا أن يتجدد اللقاء معكم في برنامجكم المطوع الدين والأخلاق بهما يستقيم المجتمع فلا دين لمن لا معاملة له والأخلاق تستمد شرعيتها وقوتها من النصوص والأحكام الشرعية ويقول شوقي إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا حول مسألة الدين والأخلاق وكيف يكونان حصنا حصينا للمجتمع يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النعمة حياك الله يا شيخ عبد الله الله يحييكم وإزاكم الله خير يحييك وسلمك وإزاكم الله خير على تلبيتك دعوة ومشاركتك كما يسرنا أيضا أن نستضيف فضيلة الشيخ صبيح بن محمد المري يحييك الله يا شيخ الله يحييك مرحبا شيخ يحييه ويشرفنا عضونا معكم في هذا الله يحييك ونشكركم أيضا على إجابة الدعوة ومشاركتك لنا في هذه الحلقة أبدأ مع شيخنا الشيخ عبد الله شيخنا الدين والأخلاق الحسنة حصن حصين للمجتمع من الأفكار الهدامة ومن الأخلاق السيئة نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويستلي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزن إذا شئت سهلا أزاكم الله خير على طرح مثل هذه الحلقات حقيقة الناس في حاجة إلى التذكير بأهمية الأخلاق وارتباط هذه الأخلاق بالدين الدين أخلاق الدين معاملة كما قال عليه الصلاة والسلام بل إن الله سبحانه وتعالى أمر بهذه الأخلاق في كثير من الآيات التي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ذو خلق عظيم عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى بهذه الدعوة دعوة ارتباط هذا الدين بالأخلاق ولذلك حصر النبي عليه الصلاة والسلام دعوته عليه الصلاة والسلام وهدف هذه الرسالة التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام حين قال في الحديث الصحيح إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فالدين له ارتباط عميق جدا بهذه الأخلاق والأخلاق مرتبطة أيضا بهذا الدين ايش اللي يخلي الإنسان يكون صادق ايش اللي يخلي الإنسان يكون ذو أمانة ايش اللي يخلي الإنسان عنده حب الإثار عنده حب الأخوة هذه كلها الدوافع تأتي من هذا الدين الإنسان إذا حين ينظر إلى هذه النصوص الشرعية التي أتت في كتاب الله أو في هدي النبي عليه الصلاة والسلام الداعية إلى الالتزام بمثل هذه الصفات والأخلاق النبيلة وهذه الصفات الجليلة يعني تدفع هذا الإنسان إلى أن يلتزم بمثل هذه الأخلاق العالية وهذه الأخلاق الفاضلة حتى يكون هذا المجتمع مجتمع نظيف خالي من هذه السموم من الأفكار السامة وكذلك من الأخلاق السيئة فارتباط الدين ارتباط وثيق بالأخلاق سواء كان في كتاب الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة دلت على ذلك كما قال سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتائذ القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فالله سبحانه وتعالى يدعو إلى مثل هذه الأخلاق الفاضلة ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأخلاق العالية والأحاديث أتت كثيرة نصوص كثيرة تدعو إلى الالتزام بمثل هذه الأخلاق الفاضلة والصفات الحسنة حتى يرتقي المجتمع لذلك نرى كثير من المجتمعات التي ارتقت في هذه الدنيا إنما ارتقت بأخلاقها وكثير من الأمم السابقة واللاحقة تهدم هذه الأمم وتهدم هذه الدول حين لا تلتزم بمثل هذه الأخلاق الفاضلة وكتاب الله سبحانه وتعالى مليء بمثل هذه القصص لماذا الله سبحانه وتعالى غضب على قوم نوح ولماذا الله سبحانه وتعالى غضب على قوم هود وغيرهم لأنهم لم يلتزموا بمثل هذه الأخلاق الفاضلة التي تدعو هذا المجتمع إلى أن يرتقي الذي فطر الله الإنسان عليها أصلا نعم فطر الله الإنسان عليها صدقت خالفون الفطرة صحيح والدين دين الإسلام دين الفطرة فطرة الله التي فطر أخلاق عندنا في دين الإسلام مستمدة من الكتاب والسنة نعم بينما الأمم الأخرى ليس لهم ضابط في هذه الأدابة والأخلاق ما رأوه حسنا يعني إذا تواطوا على خلق وهو سيء أصلا الخلق سيء وأقر أنه غير سيء أصبح عندهم ولكن نحن نستمد لمعرفة الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك عندما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الفطرة أو عشر من الفطرة فيبين لك الأمور التي فطر الله الإنسان عليها وكذلك الأخلاق الحسنة عندما يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك على خلق عظيم و المشركون في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمونها الصادق قبل دعوته كانوا يسمونها الصادق الأمين لأن الله عز وجل فطرها على الأخلاق الحميدة والأخلاق الحسنة الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ العرفة و أمر بالعرفة و أمر بالعرفة و عرض عن الجاهلين و يصف الله جل و على عبادها الصالحين و عباد الرحمنين الذين يمشون على أرض هون و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة إذن المؤمن يتبع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والأخلاق التي فطره الله عليها و بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم والأخلاق الحسنة دليل على التزام الإنسان بعقيدته و عباداته لأن الإنسان السوي الذي يمشي على تجده يعني ينتقي الأخلاق الحسنة لا تجدها غالبا ينحرف سواء في العقائد أو في العبادات أو في المعاملة ولكن هذا الشخص الذي لا تجد فيه أخلاق حسنة و إنما تجده يعني يشهد من الأخلاق الحسنة إلى الأخلاق السيئة تجد عنده خلل في العقائد و في المعاملات و في العبادات جميل لأن الأخلاق تهذب الدين الأخلاق تهذب الإنسان في دين الله أكبر نحن أصلا لك شخص به حيلا إذن هذا الدين جاء بتشريعاته وأحكامه المعتمدة على تعزيز الأخلاق الفاضلة و العقائد الصحيحة هذه التي تحمي المجتمع من أفكار هدامة أفكار قد تكون منحرفة أو سلوكيات قد يعني تجر إلى رذائل تجر إلى جرائم فإذا أردنا شيخنا أن يعني نستعرض شيء من هذه الأحكام و شيء من هذه الأوامر التي جاءت الشريعة بالحث عليها و تعزيزها في المجتمع نعم نزاك الله خير هو شوف الإنسان يعني ذو محورين عملي وهنا تنتج منه هذه السلوك نرى هذه الأخلاق العملية في حياته ولذلك عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام قالت خلقه القرآن خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام لذلك نرى كثير من الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى الداعية إلى مثل هذه الأخلاق الفاضلة كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس تأتي فيها أوامر من الله سبحانه وتعالى للامتثال بمثل هذه الأخلاق الفاضلة ثم المحور الآخر وهو المحور الروحي الفكري العقدي المعنوي هناك عندك عامل يعني عامل الفعل والعمل وهو الذي يظهر في عمل الإنسان وتصرفات الإنسان وأخلاق الإنسان ما يقوم به سواء كان في القول أو في الفعل والعمل وهناك الجانب المعنوي الروحي وهو تعزيز مثل هذا الإيمان تقوية الإيمان أيضا حصانة هذا الفكر من المعتقدات ومن الأفكار السيئة وخاصة ونحن في هذا العصر الذي انتشرت فيه يعني آثار الفتن في كل مكان الفتن الآن تدخل عليك حتى في بيتك كيف الواحد يعزز نفسه ويقوي نفسه لا بد أن يرجع إلى هذا الأساس أساس الدين فحين يقرأ النصوص الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى الدين إيش؟ الدين هو انقياد وطاع لله سبحانه وتعالى حين أنت تدين بدين الإسلام إذن أنت تنقاد إلى هذه الأوامر وإلى هذه العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى وقرها على العبد فحين يلتزم المسلم بمثل هذه الأوامر ويطلع الله سبحانه وتعالى حين يمر على آية فيها أمر ويأتمر بهذا الأمر حين يمر على آية فيها نهي ويترك هذا النهي هو قاعد يحصن نفسه يحصن نفسه معنويا يحصن نفسه فكريا يحصن نفسه حتى ثقافيا تكون ثقافته ثقافة قوية ملتزمة بدين الله سبحانه وتعالى لا يتعدى هذه الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى في كتابه وجاءت في هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذن المسلم لا بد أن يضع له حدود في مثل هذه الأموم في الناحية المعنوية الناحية الفكرية وكذلك الناحية العملية هذه الأوامر موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى وهو دستور هذه الأمة هدي النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث الكثيرة التي وردت عنه فيها أوامر وفيها نهي وفيها استحباب وفيها كراهة يقف عندها المسلم حينئذ نقول أن هذا المسلم فعلا عنده قاعدة قوية يلتزم بها يرجع إليها في كل أحيانه وهكذا كان دأب الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يجاوزون القرآن ولا يتجاوزون هدي النبي عليه الصلاة والسلام يقفون عنده حدود الله سبحانه وتعالى لذلك نرى المجتمع الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين لماذا؟ لأنهم كانوا قريبين من كتاب الله وقريبين من هدي النبي عليه الصلاة والسلام لذلك كان لهم هذه الخيرية فارتقوا بهذا القرن وارتقوا بأخلاقهم وارتقوا بأفعالهم وارتقوا بأقوالهم وارتقوا حتى بأفكارهم وثقافتهم جميل حسن الله لك شيخ عبد الله شيخ صبيح من هذه الأخلاق التي جاءت النصوص بتعزيزها والأمر والحث عليها الصدق صلة الرحم الكرم كما ذكر الشيخ عبد الله العدل الإحسان إيتاء ذو القربة نجد جميع هذه المحاسن هذه القيم الفاضلة جاءت النصوص بالحث عليها والأمر بها وكما وضح أبو سفيان الهرقل لما سأله ماذا كان يأمركم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة الأخلاق الحسنة هذه طبعا هي قسمين إما أن تكون فطرة في الإنسان وإما أن تكون مكتسبة جميل بعض الناس قد يقول أنا عندي جانب الصلة بذوي القربة صعب ما أستطيع فلان الله فطرح على هذا الموضوع أو يقول أنا ما أستطيع أن أصدق في كلامي كثيرا وبيّن المشايخ والعلماء والحياة تبين لنا أن إذا كانت هذه الصفة ليست فطرة فيك الصفة الحسنة لأن بعض الناس سبحان الله تجدها أخلاقه فطرة مؤدب وصدوق وصاحب صلة رحم وليّن هيّن قريب من الناس فتجد الصفات الحسنة فيه ولكن في الجانب الآخر هذا الرجل الذي يقول أنا ما عندي هذه الصفات الحسنة وكيف أكتسبها فنقول له الاكتساب الحسنات من الشرع موجود لأن في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم إذن الإنسان هنا في هذه الحياة إما أن تكون الصفات الطيبة تكون فطرة فيه وإما يجب عليها أن يكتسبها والاكتساب يجب على الإنسان أن يبحث عن هذه الصفات مثال هو يريد هو رجل ما يستطيع أن يتحمل إذا أحد قال له كلمة ما يستطيع أن يترك أن يكضم غيظة فنقول له في المرضى الأولى إذا كضمت غيظك فتجد صعوبة جدا في هذا في كضم الغيظ لأن كضم الغيظ صفة من صفات المؤمنين والكاضي من الغيظة والعافينة عن الناس صفة جدا جميلة وهي من أعظم الصفات التي تدخل الناس الجنة والله يحب المحسنين لنا من الإحسان فيعود نفسه عليها فإذا كان عنده صفات الله فطرة عليها وصفات لم يفطرها الله عليها فيجب عليها أن يسعى لكسب هذه الصفات حتى يكون أو يجمع في نفسه الصفات عديدة جميلة والصحابة رضي الله عنهم كانوا كلما بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم صفة من الصفات الجميلة وقيمة من القيم التي يجب أن يمشون عليها يمتثلون عليها كما قال الشيخ عبد الله كانوا لا يتجاوزون القراءة العشر آيات حتى يعملون بها فإذا سمعت في القرآن الله عز وجل يأمرك بأمر فيه صفة جميلة وصفة جليلة وعظيمة يجب عليك أن تمتثل لهذا الأمر وتعود نفسك تجلس فترة تحاسب نفسك إذا تكلم عليك شخص وحسيت أنك ترد عليه برد غير لائق هنا تحاول تكظم غيظك فمرة الأولى المرة الثانية فبعدها تجد نفسك معتادة على الأمر فتكتسب هذه الصفة فتصبح عندك أذكر أحد المقطع قديم للشيخ عبد العثمين اتصل عليه رجل قال يا شيخ أنا ليست عندي صفة الكرم ولا الشجاعة وأريد أكتسبها وما أستطيع فقال له الشيخ قال صفة الكرم والشجاعة تستطيع تكتسبها يعني ليسوا جميع الناس مفطورين على الكرم وليسوا جميع الناس مفطورين على الشجاعة ولكن تستطيع تكتسبها ولكن يجب أن تكتسبها دون أن تصبح كريم دون إصراف وأن تصبح شجاع دون أن تلقي بنفسك إلى التهلكة أوجه إلى أنه يحث نفسه على هذه الصفات ولكن بضوابط معينة لأن الدين عندما أتى بتهذيب هذه الأخلاق أتى بضوابط معينة و النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الصفات الحسنة هي أعظم باب وأقرب باب لدخول المسلم للجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا و يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ عبدالله إنما بعدت لي أتمم مكان من الأخلاق و أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن حسن الخلق حسن الخلق صفة عظيمة وجليلة كانت في النبي صلى الله عليه وسلم و الله أمر المسلمين عليها فيجب على الإنسان أن يسمع هذه النصوص عندما يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على مكان من الأخلاق و كان أحسن الناس خلقا عند أهله يقولون بعض الحكماء يقول إذا وجدت الإنسان خلق حسن مع زوجته و والديه فسيصبح خلقه حسن مع الناس لأنهم أكثر الناس يعاشرونه و أقرب الناس نعم فإذا عودت نفسك على حسن الخلق مع الزوجة و مع الوالدين فسيكون خلقك حسن مع الناس جميل إنسانا يعود نفسه على هذا الأمر جميل 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 حسن الله عليكم وظيفين كريمين أستأذنكم وأستأذنكم أيها المشاهدون الأعزاء في فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حديثنا حول موضوعنا في هذه الحلقة الدين و الأخلاق الحسنة فاصل و نعود إليكم إن شاء الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا أهلا و سهلا بكم أيها المشاهدون الأعزاء و نزال حديثنا متواصلا مع ضيوفنا الأعزاء حول موضوع الدين و الأخلاق الحسنة و أعود مع الشيخ عبد الله الشيخ أحسن الله إليك الدين يدعو دائما إلى أن يكون الإنسان في مرتبة أعلى يدعو إلى أن يكون الإنسان في أفضل حال يدعو إلى أن يكون الإنسان في أحسن هيئة في أحسن خلق فمسألة الحث دائما على معاني الأمور و تطلب دائما في كل شيء أحسن هذه نبد أنها تزرع في نفس المؤمن أن يكون دائما قريب دائما من المثالية قريب دائما من الأمور الحسنة التي لا يعاب عليها نعم نزالك الله خير فعلا الدين يدعو إلى هذه الأمور إلى معاني الأمور و لو لاحظنا نصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى و في سنة النبي عليه الصلاة والسلام و هي الأصل في دفع المؤمن والمسلم إلى الامتثال بهذه الصفات و هذه الأخلاق العالية و هذه الفضائل الحسنة لذلك حين نستمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام و هو القائل عليه الصلاة والسلام إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم هذه فيها دعوة و دفع للمسلم إلى أن يلتزم بمثل هذه الأخلاق العالية يعني و حديث النبي عليه الصلاة والسلام الآخر حين ذكر عليه الصلاة والسلام تلك المرأة التي كانت تؤذي جيرانها مع أنها كانت تصوم عابدة نعم عابدة كانت تصوم النهار و تقوم الليل و لكن كانت أخلاقها سيئة فهي عاشت في مجتمع أثرت لأن الأخلاق العبادة قد تكون للشخص يعني عبادة ذاتية تؤجر عليها عند الله سبحانه وتعالى و قد تكون من أعبد الناس عند الله سبحانه وتعالى تقوم الليل و تصوم النهار و محافظ على الصف الأول و على تكبيرة الإحرام و غيره لكن أخلاقك سواء كانت في البيت مثل ما تفضل الشيخ مصبيح أخلاقك في البيت متناقضة مع عملك يعني هذا الانسجام بين الأخلاق و بين التعامل بين الرقي في مثل هذه الصفات ضروري في حياة المسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا هذه الأمثلة حين سئل عن تلك المرأة التي كانت تؤذي الجيران و قلنا هذا فعل يتعدى إلى الغير العبادات قد تنفعك أنت ولكن هنا مضرة لغيرك حين تضر هذا الجار أو تضر هذه الزوجة أو تضر هذا الابن أو تضر تلك البنت فأنت تتعدى بأخلاقك السيئة إلى غيرك فهنا ينهار هذا المجتمع و تضعف هذه اللحمة و هذه الأخوة الموجودة التي دعت إليها الشريعة الإسلامية فحين يرتقي المسلم بأخلاقه يرتقي المجتمع كله بهذه المعاملات الأخوة كيف تأتي الأخوة إذا أنت لم تراعي هذه الأخلاق الحسنة بينك و بين أخوك المسلم جميل هذه المرأة لم تراعي هذه الأخلاق فكانت تضر الجيران و كانت تؤذي الجيران مع أنها كانت تقوم الليل و تصوم النهار فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هي في النار هي في النار و العكس صحيح العكس صحيح حين تتعامل مع الناس و تتعامل مع المجتمع بهذه الأخلاق و برقي هذه الصفات ترتقي أنت و يرتقي المجتمع في هذه التعاملات و المعاملات و الدليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين ضرب لنا قصة تلك المرأة التي كانت تؤذي تلك الهرة حبستها حبستها سبحان الله هذه معاملة هي في النهاية صفة أنت قاعد تتعامل مع حيوان فما بالك حين ترتقي في معاملتك إلى مع الإنسان فهذه أمثال يضربها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرتقي المسلم في حسن تعامله و في أخلاقه في هذا المجتمع حين يرتقي المسلم في حسن تعامله و أخلاقه مع الناس و نقول هذه أفعال متعدية حتى في الشريعة الإسلامية سبحان الله المسلم إذا كان له حق مع الله سبحانه وتعالى قد يغفر له يوم القيامة و لكن حقوق العباد و هذه من حقوق العباد المتعدية حين تؤذي هذا الشخص أو تتطاول عن الآخر أو تسب آخر أو يعني تهبط في أخلاقك و مستوى معاملتك مع الناس بالسب والقذف و غيره هنا تأتي يوم القيامة و أنت خسران تأتي يوم القيامة و أنت خسران على حديث النبي عليه الصلاة و السلام يأتي يوم القيامة ذاك الرجل أتدرون من المفلس فيه نعم أتدرون من المفلس قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار لأن الصحابة ينظرون لها بمنظر يعني الواقع الواقع الدنيوي صح المفهم اللقوي نعم من لا درهم له ولا دينار و لكن نبي صلى الله عليه وسلم هنا يوجه الأمة و يوجه الصحابة إلى الرقي بهذا الأمر إلى الآخرة فيقول المفلس من يأتي يوم القيامة و قد سب هذا و شتم هذا و قثف هذا فيأخذ من حسناته و تلقى إلى سيئاتهم حتى ينفذ ما عندهم الحسنات ثم يلقى به إلى النار إذن هنا نرى الرقي في التعامل الرقي في الأخلاق و كما ذكرنا و نكرر هذا الأمر هذا الرقي في أخلاقك و هذا الرقي في تعاملك إنما هو صلة بينك و بين الناس ترتقي بالمجتمع بهذا التعامل حين تقطع هذه الصلاة و تقطع هذه الأخلاق الفاضلة بينك و بين الناس حينئذ تهبط و يهبط المجتمع إلى مستوى لا يحمد عقبه نعم حسنا الله لك شيخ عبد الله شيخ صبيح أنت أثرت الانتباهي لما تكلمت عن مسألة هل الأخلاق مكتسبة أم أنها فطرية هل يمكن للإنسان أن يتكسب بعض الأخلاق هل يمكن أن ينقلها لغيره مسألة تربية الأبناء نعم وتعزيز هذه الأخلاق الفاضلة فيهم يعني هو لا شكل الخلاف هذا طبعا موجود يعني هل الأخلاق فطرية أم مكتسبة لكن هذا ليس موضوع حديثنا الآن نريد أن ننقل هذه الأخلاق ننقلها للأبناء ننقلها لمجتمعنا ننقلها لأخواننا جيراننا زملائنا في العمل أفضل أفضل طريقة لنقل الأخلاق الطيبة التعامل بها لأن أصلا الأب قدوة لأبنه نعم الأبن عندما يرى خلق من أبيه يتصف بهذا الخلق وهو صغير فيتعود على هذا الخلق فإذا وجد الأخلاق الحسنة في والده يتصف بها لا شك أن هناك عوامل أخرى قد يكتسب منها بعض الصفات سواء سيئة أو حسنة ولكن الغالب والمعتمد على أن يرى والده لأن الوالد قدوة والله جل وعلا عندما قال في كتابه وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا يعني أمر الناس أن يتكلموا ولا يقولوا إلا بالحسن وعندما أمر الله جل وعلا المسلمين وَقُلْ لِعِبَادِهِ يَقُولُوا الَّتِي هِي أَحْسَنًا بيّن أن الشيطان لا يريد هذا إن الشيطان ينزغ بينهم الشيطان ينزغ بين الناس ما يريد الناس يتكلموا بهذا الحسن والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى وصية عظيمة جدا في الحديث الذي رواها معاذ بن جبل وأبو ذر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت تقوى الله عز وجل وفيه كلام لابن تيمية عن مسألة خلق النبي صلى الله عليه وسلم فاختصر خلق النبي صلى الله عليه وسلم في صفتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتق الله كان تقيا لله حسن الخلق فكانت تقواه معاملته مع الله وكان حسن خلقه معاملته مع الناس وتعليم الناس الصفات الحسن لأنه عندما يتخلق الإنسان بالخلق الحسن يعلم الناس يعلم الناس نعم أنا يوم الأيام شخص غلط عليه وتجاهلت هذا الغلط هو يوم الأيام ما رح يغلط عليه ليش؟ لأنه يدري أنه أخطأ في حقي وأنا سامحته فأنا أعوده على هذا الخلق الطيب فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث اتق الله حيث ما كنت إذن تقوى الله جل وعلا في أي مكان كان الإنسان يتق الله جل وعلا والتقوى معروفها التقوى هي أن تكون حاجز بينك وبين المعاصي أن تعصي الله جل وعلا أن يكون بينك وبين المعاصي حاجز فتراقب الله عز وجل اتق الله حيث ما كنت ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تتمحها فيجب على الإنسان إذا كان يريد أيضا أن يتخلق بالأخلاق الحسنة كل ما فعل سيئة أن يتبع هذه السيئة بحسن أن يتبع هذه السيئة بحسنة فما قال النبي صلى الله عليه وسلم و خالق الناس بخلق حسن إذن يجب على الإنسان أن يخالق الناس بجميع صفاتهم و جميع أشكالهم و ألوانهم و بجميع يعني ما يؤثر الخلق الحسن عند مجتمعات و مجتمعات أخرى لا إنما يتعامل مع الناس كلهم بسواسيها بخلق حسن و ابن عباس يقول في كلام له جميل يقول يجب على الإنسان أن يصبر عند الغضب و أن يحلم عندما يعني يخطئ الناس عليه و الخلق بشكل عام خلق قسمين الخلق خلق مع الله و خلق مع الناس الخلق مع الله معروف أن تتأدى مع الله عز وجل في العبادات و لا تتجرى على الله سواء في العقائد أو في المعاملات و الخلق الثاني مع الناس و الخلق مع الناس ينقسم أيضا إلى قسمين القسم الأول أن تتعامل مع أن تحصن إلى الناس قولا و عملا و أن تكفى عنهم الشر قولا و عملا الله يعني بعض الناس ممكن أنه يعني ما يخطئ على الناس لكن ممكن أنها أذاه و شره يصلهم مثلا كأن يغتاب الحديث العظيم النبي صلى الله عليه وسلم تدرون من المفلسفين لأن المختاب و الغيبة و النميمة هذه كلها أخلاق سيئة الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا يجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعض كلها أخلاق حسنة يدعو الله جل وعلا إلى ترك هذه الأخلاق فالإنسان إذا اتبع وصية النبي صلى الله عليه وسلم و خالق الناس بخلق حسن ترك جميع هذه الصفات السيئة التي تجعل بينه و بين الناس عداوة لأن الشيطان حريص على و قل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم نزغ بينهم نعم و كما ذكرت في البداية تعليم الأبناء أولا القدوة يجب على الإنسان أن يكون قدوة صناعة القدوات نعم القدوات الأمر الثاني تبيين النصوص الشرعية للأطفال أن الله عز وجل لا يحب هذا الفعل و يحب نقيضة لا يحب الكذب و إنما يحب الصادق الله عز وجل لا يحب الخيانة و يحب الأمانة الله عز وجل ما يحب كذا و يحب كذا فأبين له أن الله عز وجل لا يحب الأخلاق السيئة و إنما يحب الأخلاق و القيم الحسنة و أعززها في نفس هذا الطفل و لا يلجأ الإنسان إلى ضرب الطفل على الأخلاق السيئة و إنما على توضيحها له لأن الضرب قد يزيد من هذه الأخلاق السيئة في الطفل مسألة العقاب يعني ينبغي أيضا أن تكون المكافأة وتكون بعد بميزان يعني إذا عمل عملا حسن تكافئه وإذا عمل عمل سيء أن تعاقبه بميزان لا يدخل في ميزان الضرب قد يكون حرمانه من شيء يحبه أيضا نعم أو شيء يحبه وكذلك أن يصبح لإنسان قدوة أنا أرى أن هذه أعظم صفة فعلا مسألة القدوة نعم إضافة إلى ما تفضل فيه الشيخ صبيح قضية تعزيز مثل هذه الصفات عند الأطفال أو عند غير الأطفال يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف الأشج بن عغيس إيش قال له إن فيك خصلتين يحبهم الله هذا تعزيز معنوي من النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة جميل أيضا أيضا أنت إذا شفت صفة جميلة في ابنك أو في بنتك تعزز مثل هذه الصفات أنت مطيعة تسمعين كلام الأم أنت ما شاء الله عليك شاب ومحافظ على الصلاة أنت أشوفك محافظ على القراءة القرآن تعزز مثل هذه المعاني عند الطفل ولها أثر قد لا ينتبه لها الأباء لكنها مع الوقت تبقى عند الطفل وتبقى عند الشاب أو تبقى عند البنت فتعزيز مثل هذه الصفات عند النشأ أيضا جميلة لفت طيبة أيضا تعزز يعني وجدت فيه صفة حميدة تذني عليه بها وتكافأ عليه دون أن يشعر يعني أنا فعلت هذا الفعل أنا سأكافأك عليه هنا يفرح حصلا يستمر على هذا الفعل ما يريد يقطع تميزه ربما بين أقرانه نعم لو كانوا مجموعة أو حتى كونوا مثل فلان نعم كان عنده درس وبعد الدرس فيه مسابقة أسئلة على ما يطلح في الدرس جميل فطلح الأسئلة و كانت الأسئلة موجهة للصغار فعطى الجوائز و بقيت جائزة رابعة فدعى شخص ما جاوب ولا دخل فقال فلان تعال هذا سيستحق الجائزة قالوا الناس ليش قال لأنهم واضبة على الصلاة جميل هذا فعلا خلوقه يعزز استمرارية محافظته على الصلاة هذه الأخلاق فكرة جيدة أنا أذكر أحد الأخوة أيضا هو صغير يعني كان أبوه يحث على الصلاة وكذا فمرة مدحة قال له صلاتك جميلة و أنت هاد في الصلاة يقول هذه الكلمات ما زالت ترن عنده في إذنه و مستمر على يعني محافظته على الصلاة و عدم تركها و محافظة عليها في المسجد من كلمات والده و هو كان صغير فمثل هذه الكلمات فعلا تأثر على نفسية الطفل نحن يمكن ما نحس بيها و لا نشعر لكن لو الواحد يسترجع ذكرياته هو صغير تجد ربما كلمة كلمة و مواقف و عكس لأن قبل فترة كنت أسمع مقطع في أحد برامج التواصل للشيخ سعد العتيق كان كف من الوالد للطفل في صغره ما ينساه عنده ربع أبناء يعني في غير محله صحيح و ممكن تضربه يوم الأيام في غير محله هذا يعني لو هذبت أنت خلقه و علمته بطريقة جميلة و قال بعض في قصة بعد لأخوين اثنين أحدهما عنده بنت و أبوها شديد عليها صغيرة جدا بنت والأبناء تعرفونهم يخرجونني في أنفسهم بالفطرة العفوية ذهبت لعمها و قالت إيش رايك تبادلني تسير أنت أبوي و هو عمي كانت مستاءة من أخلاق أبوها فهذا الأمر بعد يبين على أن الإنسان يجب أن يتعامل مع أبناءه بالرفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفقه في شيء إلا زانه و ما نزع من شيء إلا شانه و قال إن الله رفيق و يحب الرفق فالإنسان يكون رفيق رفيق بالناس سألنا أن سبحان الله حسن الخلق من أعظم أبواب دخول الجنة حديث النشع سلام حين سؤل عن ما يدخل الجنة قال حسن الخلق تقوى الله و حسن الخلق ففعلا الواحد لو التزم بهذه الأخلاق الحسنة هو من أوسع أبواب دخول الجنة مع تقوى الله سبحانه وتعالى و محافظة على أوامر الله سبحانه وتعالى و اتباع هدية النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليكم وown sacrifices كريمين شيخ عبد الله و شخص بيح أستأدنكم وأستأدنكم أيها المشاهدون الأعزاء في فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حديثنا حول موضوع حلقتنا في هذا اليوم الدين والأخلاق الحسنة فاصل ونعود إليكم إن شاء الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون الأعزاء ولازال حديثنا متواصلا مع ضيوفنا الأعزاء ولموضوع الدين والأخلاق الحسنة و يعني شيخ عبد الله ذكرنا عدة نقاط جميلة وجوهرية في الموضوع ولكن نريد الآن أن نسلط الضوء على جانب في هذا الموضوع يعني في مسئلة الأخلاق والدين يعني جانب القيم الفاضلة والأخلاق الحسنة نجد فيها قيود دائما تحد من حرية الإنسان يعني هناك الصدق العفة الحياء مثلا يعني تحجز الإنسان على الطرف الآخر الناس مسألة الحريات و أنا يعني على ما قال أريد أن أفعل ما أشاء طرغي نفسي يعني هذه الحرية الآن وتقييدها بجانب الأخلاق يعني إذا أردنا أن نتناولها يعني من جانب أن الحرية موجودة هناك حرية للإنسان ولكن تضبط وتقف عندما تأتي أوامر الشر نعم نزاك الله خير هذا سؤال طيب وجيه لأن كثير من الناس يلتبس عليهم الأمر فعلا في قضية تقييد مثل هذه الصفات أو أن هذه الصفات تقيد حركة الإنسان أولا نقول هذه صفات حسنة و صفات محمودة جاءت الشريعة الإسلامية داعية إليها و حاثة عليها في نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى أعلم بحال البشر والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بحال الأمة فحين تأتي الآيات داعية إلى أمر من الأمور و حاثة على صفة معينة و مقيدة لأمور فهو لخيرية البشر و نظر المثال نقول الآن مثلا قضية الكرم الكرم صفة حميدة لكن إذا تعدت هذه الصفة الحد الذي أراده الدين فيصبح إصراف و يصبح الأمر مذموم جميل الشجاعة من الصفات النبيلة و الصفات المطلوبة حثت عليها الشريعة و حثت عليها حتى الفطرة البشرية لكن إذا كانت هذه الشجاعة تعدت حدودها مهلكة نعم أصبحت طغيان أصبحت طغيان و قس على ذلك في جميع الصفات صفة الحياء أيضا لو كان هذا صفة الحياء تعدت المطلوب فأصبح الأمر فيه سذوجة و ميوع من هذا الشخص و لو قسنا هذا على جميع الصفات النبيلة التي دعت عليها الشريعة الإسلامية هي فعلا من الصفات المهمة التي حثت عليها الشريعة و حثت حتى عليها الفطرة السليمة إلا أنها لها قيود حين تتعدى هذه القيود و تتعدى هذه الحدود تصبح عند الإنسان تفلت في مثل هذه الحريات التي تدعو إليها الناس أو يدعو إليها الناس الآن نعم في جانب اللباس شيخنا مثلا نعم قد يأتي الشاب أو الفتاة يريد أن ألبس ما أشاء مثلا نعم نفس الشيء هنا إذا لبس ما يشاء فقد أثر على غيره لأن ليس كل ما تشاء أنت هو مما ينضبط في الفطرة حتى فأنت تؤثر على غيرك قد لا يكون التأثير عليك لذلك فيه قصة مشهورة مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه الشاب و قال يا رسول الله دلني في الزنا نعم يريد حرية شخصية نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترضى على أمك أترضى على أختك أترضى على عمتك خالتك حتى ضرب على صدر الولد فخرج يقول دخلت إليه وأحب شيء إلي الزنا فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى أن هذه ليست حرية و إنما هي انتهاكة عراض الناس صحيح فإذا كان يرضاها لنفسه فلا يرضاها لنفسه فلا يرضاها لغيره لغيره نعم و كذلك أيضا الكذب عندما أتى الشرع بيتحريم الكذب و تجريمه و جعله من كبائر الذنوب لكن نقول هناك في مجالات الشرع أذن الكذب فيها للأسير و كذلك فقيد هذه الصفة المحرمة جعل لها بعض الضوابط يعني يجوز لك الكذب في حالات معينة و لكن غيرها فهي كبيرة من كبائر الذنوب إن كذبت فهي كبيرة و عكسها الصدق هي من فضائل الأمور فهذا تعليقا على كلام الشيخ عبد الله فالحريات في الدين مقيدة إن أفلت نفسك أنت تفلتها للنار الله عز وجل أرحم بالمؤمنين بالمسلمين من أنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى المرأة في السبيل تبحث ولدها و قال أترون هذه طالحة ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله قالوا والله إن الله لأرحم بكم من هذه بولدها فالله عز وجل عندما فرض هذه القيود عليك و هذه الضوابط ليس لتقييد حرياتك و إنما لمكافأتك عندما تنضبط بهذه الضوابط بالجنة و الجنة هي التي سيكون فيها الحريات و فيها ما يشاء العبد ما لا عين الرأة ولا أذن السمعت ولا خطر على قلب البشر الشيخ عبد الله إذا أردنا أن نحن طبعا لا شك بأن ديننا و مصدر تشريعنا يدلنا و يحثنا على الأخلاق و يعرفون بأن هذا الخلق فاضل أو عكس ذلك هل هناك أمور أيضا قد تعرف مثلا بالعقل مثلا ممكن أن الناس يتعارفون على أن هذا الأمر أمر حسن أو أمر سيء نعم العرف عرف الناس و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين قال في الحديث الذي ذكرناه قال إنما بعثت لأتمم مكانا من الأخلاق إذن فيه أخلاق و فيه معاملات و فيه بعض الأعراف التي كانت معروفة عند العرب و عند الجاهلية و النبي عليه الصلاة والسلام أقر بعضها و الدين سكت عن بعضها لأنها كانت من الأعراف و من الصفات التي تعرف عليها البشر بأنها محمودة فمثل هذه الأعراف أو مثل هذه الأخلاق التي تعرف عليها سواء كانوا في المجتمع يعني هناك أخلاق و هناك صفات قد تكون في مجتمع محمودة و قد تكون في مجتمع غير محمودة ما تعرف عليه أهل المجتمع و أبناء المجتمع و أبناء الدولة أو الإقليم فإنه يعني يتعرف علي أنه محمود فيبقى محمود عندهم و يكون له أساس شرعي نعم جميل لا بد أن يكون له أساس شعر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتدح كرام حاتم عليه الصلاة والسلام بل و أكرم بابنته سفانة نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يرى مثل هذه الصفات و إن كانت من أهل جاهلية و غيرهم يثبتها عليها و حلف الفضول و حلف الفضول أثناء عليها النبي صلى الله عليه وسلم صدق صدق كان في الجاهلية فإذا كانت مثل هذه الصفات المحمودة لها أساس شرعي و دعت إلهي الشريع الإسلامي لا بأس بها و أما ما يخالف الشريع الإسلامية سواء كان يخالف قول الله سبحانه وتعالى أو فدي النبي عليه الصلاة والسلام أو يتعدى الحدود التي ذكرناها فإنه إذن يصبح أمرا مذموما و إن أقرته الشريعا جميل الشيخ الصبير حدناك بعض الأخلاق أحيانا استكمالا لما ذكر الشيخ عبد الله أحيانا الناس يأخذونها كعادات مثلا عيب و منقود مثلا أو خوارم المرؤة أو خوارم المرؤة تختلف من ناس يعني قد يكون خوارم المرؤة في مجتمع و لكن في المجتمع أحر ما يكون خوارم المرؤة هذا من الأفضل من الأفضل التخلق به مدى من المجتمع ما يقبله فيجب على الإنسان أنه يقف إلى هذا الحد و قد تجد له أصل في الشريع نعم نعم أنه أصل في الجريع و ذكر الشيخ عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء على حاتم لكرمه و الصفها الجميلة و في المقابل عندما يخطئ صحابي من صحابة صلى الله عليه وسلم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم و يؤدبه الصحابي الذي قال يا ابن السوداء لأحد الصحابة فذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كم رؤون فيك جاهلية هذه صفة من الصفات الجاهلية المذمومة فالإنسان تقويم يقوم نفسه و لا تجد صفة من الصفات الحسنة و لا صفة من الصفات الذميمة إلا و قد أمر بها الشرع و نهى عنها الله أكبر في الشرع جميع الصفات موجودة و لأنا في رسول الله سبحانه قدوة حسنة جاء رجل و هو يمشي كان متلحف برداء له حاشية غليظة فمسك هذه الرداء و جبذه و قال يا محمد مر لي مما الله الذي أعطاك بطريقة غريبة لو فعلت لأحدنا لثار و غضب و أخذ حقه و أخذ الحق في المظلمة جائز و لكن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم و قال مروا له بعطاء فأعطوه هذا الرجل هذه الأخلاق الحسنة هذا هو تتبين الأخلاق الحسنة عندما تكون أنت صاحب الحق و يخطأ عليك عندما تحلم أو تعفو أو تصبر عند الغضب كما قلنا كلام ابن عباس يقول الصبر عند الغضب و الحلم عند الجهل و العفو عند المقدرة من صفات المؤمنين و متى ما اتصف بها المؤمنون نصرهم الله على أدوه هذه صفات عظيمة جميلة و قصة جميلة لعلي بن الحسين بن علي رضي الله عنه جاءه رجل فسبه في مجلسه فقامت عليه العبيد تريد أن تضرب فقال توقفه يا هذا لقد ستر عنك ستر عنك من عيوبنا أكثر يعني أنت لنا عيوب كثيرة أنت سببتنا في أمر و لنا عيوب كثيرة الله سترها عنك هل لك من حاجة نقضيها لك فأخذ جبه عليه و أعطاهيه و أعطاه ما أرد فكانوا يقولون أن هذا الرجل يمشي في الشوارع و يقول أشهد أنه من أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه اتصف بهذا الخلق الحسن و فعلا المؤمن و المسلم يجب عليه أن يبادل بالأخلاق الحسنة حتى لو كان صاحب مظلمة لأن صاحب المظلمة الله عز و جل يقول يقول في كتابه العظيم يقول و من عفى و أصلح فأجره على الله فجعل أجر العافي عن المظلمة على الله جل وعلا حتى أنه قيل أنه لك ثلاث أعمال لا يعلم أجرها إلا الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم هذا الأجر فكان الصبر لأن الله جل وعلا قال و إنما يوفى الصبر و أجرهم بغير حساب فما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحساب و الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي و أنا أجزي به فما دام الله يجزي به و الأمر الثالث العفو و من عفى و أصلح فأجره على الله فالإنسان إذا عفى أغلق باب أخذ المظلمة و له حق فيه و فتح باب أعظم منه و هو أن يجعل أجره متثبط بالله جل وعلا و الله عز وجل كريم عظيم سبحانه فالإنسان يبادر بهذه الأخلاق الحسنة يعفو عن الناس حتى لو كان صاحب مظلمة و إن أخذ مظلمته فهذا حق له و إن تركها فهذا باب أعظم له في الجزاء يوم ربما أيضا شيخنا ما ذكر الشخص بيح قصة الحسن و الحسين في التعليم و إن كانت في جانب تعليم الوضوء لكن أيضا موقف يعتبر مدرسة في التقويم تقويم الأخلاق أحيانا فالمهاجمة أو المصادمة أحيانا قد لا تؤدي المطلوب رأيت الشخص على خطأ يعني أحيانا مقابلته مثلا بالهجوم لكن حينما مثلا تأتي له بأسلوب غير مباشر مثل قصتهم في تعليم الوضوء مثلا انظر أينا أحسن صحيح أحيانا في بعض الوسائل تكون و لنا قدوة في النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ذاك العرابي الذي باله في المسجد فقام الصحابة لينهروه و يضربوه النبي صلى الله عليه وسلم قال تركوه ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يعني يريقوا على بوله يسجلنا من ماء و يعني يشوف انتمدى تأثير هذا العرابي بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فمثل هذه الصفات و مثل هذه المواقف فعلا تحتاج إلى أن يكون الإنسان فيها صابر أن يتحلى الصبر يتحلى سعة الصدر وسيرى تأثيرها سواء كان حاليا أو يعني عاجلا أو آجلا هذه المواقف تبني عند الإنسان تأثير ما رأى التأثير في هذا الوقت الحالي سيراه لاحقا وهذا ما كان يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام أوسع الناس صدرا عليه الصلاة والسلام أرفق الناس بهذه الأمة والمواقف التي ذكرها الشيخ الله عندما تنتهك حدود الله نعم هنا خلاص هذا الخط الفاصل عندما أتاها زيد يشفع في حد من حدود الله و أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعته يده صدر كان يقف عند حدود الله ولكن الأمور مثل هذا الصحابي الذي جبذه من ردائه نعم و يريد عطاء فأمر الله هو يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم صحيح صحيح اللهم الصغير والمواقف كثيرة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام يعني يكفي خطأ يعني قومه حين أخرجوه من بلاده ثم رجع فقال عفو اذهبوا أنتم الطلقاء يعني عليه الصلاة والسلام فمثل هذه المواقف العظيمة و الإخلاق النبيلة التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام اللهم الصلاة والسلام فعلا فيها رقي و رفعه للإنسان نعم حسن الله إليك شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد النعمة و الشيخ صبيح بن محمد المري أنا ما قدمتم و أسأل الله أن يجعله في موازين حسناتكما و شكر موصول لكم أيها المتابعون الأعزاء على حسن متابعتكم و نسأل الله أنكم قدمنا ما يليق بذائقتكم و يرقى إلى مستوى متابعتكم دمتم بخير و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني و سبحان الله و ما أنا من المشركين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر